بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول بمرحلة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة رياضيات فرع الهندسة تحت رعاية وأشراف وزارة التربية والتعليم إن شاء الله بنستكمل الدروس اللي إحنا بدأناها المرة اللي فاتت بناخد النهاردة الدرس الثاني بيتكلم على المضلعات يلا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا في إيه؟ في مجموعة من القوانين المهمة جداً نخلي بنا مع بعض منها يلا مع بعض بناخد درسنا النهاردة إن شاء الله المضلعات بناخد جزئين النهاردة بناخد أنواع المضلعات وبنتعرف عليها والجزء التاني بناخد مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع تعالوا مع بعض كده قبل ما نبدأ درسنا هنعرف حاجة اسمها أنواع الخطوط في الهندسة أول خط عندي اسمه الخط البسيط إيه هو الخط البسيط ده؟ قال لي هو الخط الذي لا يقطع نفسه يعني خط ما يقطعش نفسه يعني زي شايفين هنا كده الدايرة الدايرة ديات ما تقطعش نفسها زي المسلس هنا ده بنسميها الخطوط اللي موجودة ديات خطوط إيه؟ خطوط بسيطة زي الشكل المنحنة اللي موجود قدامنا طيب الخط التاني الخط الغير بسيط إيه هو الخط الغير بسيط؟ تمام الأولاني ده يقطع نفسه يبقى كده التاني هيقطع نفسه يبقى الخط البسيط هو الخط الذي يقطع نفسه مرة أو أكثر يعني ممكن يقطع مرة أو أكثر من مرة زي الشكل اللي قدامنا ده هنا بحظين فيه تقطعات حصلت فيه تقطعات حصلت يبقى هنا ده بنسميه خط غير إيه؟ غير بسيط أيضا زي الشكل ده أيوة فيه تقطع حصل زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي فيه تقطع موجود معايا حصل هنا هو يبقى ده بنسميه خط إيه؟ غير بسيط طيب الخط اللي بعد كده بنسميه الخط المغلق الخط الإيه؟ المغلق إيه هو الخط المغلق؟ قال للخط المغلق هو الخط نقطة بدايته هي نفس نقطة الإيه؟ النهاية يعني النقطة اللي أنا ببدأ بيها بنهي بيها زي الدائرة ابدأ يرسم دائرة كده هتتلاقي نفسك بتلف وبترجع لنفس النقطة اللي أنت بدأت بيها ارسم مسلس هتلاقي بارسم المسلس وبرجع لنفس النقطة اللي أنا ايه بدأت منها تمام يبقى دي كلها بنسميها خطوط ايه مغلقة والخط المغلق قد يكون خط غير بسيط او خط بسيط يعني الخط المغلق ممكن يكون خط بسيط او غير ايه او غير بسيط طيب الخط المفتوح تمام هو خط هيبقى نقطة بدايته هي ليست نقطة ايه ليست نقطة نهايته زي ما احنا شايفين الشكل هنا المنحنة اه ده مفتوح ما تقفلش الشكل اللي هنا حصل تقاطع بس هنا مفتوح لان الجزء ده مفتوح زي ما احنا شايفين نبدأ بعد كده الجزء التاني اللي هو المضلع قال لي المضلع هو خط بسيط طبعا احنا ريفنا الخط البسيط مغلق يبقى هو خط بسيط مغلق يتكون من كم قطعة قال لي لازم يكون تلك قطع مستقيمة او اكثر يبقى قال لي حاجة عندي يكون تلك قطع عشان يكون مضلع زو تلك قطع اللي هو اللي احنا نسميه مضلع السلاسي اللي هو المسلس يبقى هنا كده المضلع هو خط بسيط مغلق يتكون من ثلاث قطع مستقيمة او اكثر تسمى اضلاع المضلع يبقى القطع اللي هنا المستقيمة دي بنسميها اضلاع الايه المضلع قال لي نخلي بنا يسمى المضلع بعدد الاضلاع المكونة له يعني ايه يعني انا عندي مضلع زي الشكل اللي قدامنا ده او ده مسلس بيتكون من كم قطعة تلك قطعة فعشان كده بنسميه مضلع سلاسي طيب والشكل ده او ده متوازي او معين بنسميه مضلع رباعي لانه بتكون من كم قطعة اربع قطعة وهكذا الشكل اللي هنا نعد القطع كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى خمس قطع يبقى نسميه مضلع ايه خماسي الشكل ده برضو نعد القطع هنلاقيه ست قطع يبقى نسميه مضلع ايه سلاسي يبقى المضلع بنسميه بعدد القطع المكونة ايه المكونة له تعالوا مع بعض نسمع في فيديو بنك المعرفة المصري يوضح لنا الدرس اللي احنا فيه المضلعات هي اشكال بسيطة مغلقة يتكون كل منها من اتحاد عدة قطع مستقيمة هذا الشكل مضلع وهذا الشكل ايضا مضلع تحديد اسماء العديد من المضلعات يعتمد على عدد الاضلاع في كل منهم دعونا نلقي نظرة مرة اخرى المثلث له ثلاثة اضلاع والشكل الرباعي له اربعة اضلاع والشكل الخماسي له خمسة اضلاع والشكل السداسي له ستة اضلاع اذا كان لديك مضلع له اربعة وعشرون ضلعا يمكنك تسميته مضلع ذو اربعة وعشرين ضلعا مضلع ذو ثمانية وثمانين ضلعا وهكذا محيط اي مضلع هو مجموع اطوال اضلاع القطع المستقيمة التي يتكون منها بصرف النظر عما اذا كنت تجمع اطوال الاضلاع الثلاثة لمثلث او كنت تجمع اطوال عدد كبير من الاضلاع في مضلع له عدد كبير من الاضلاع في كل الاحوال فان مجموع اطوال تلك الاضلاع هو محيط هذا المضلع زي ما اسمعنا فيديو من بنك المعرفة المصري وضح لنا ان المضلع بنسميه بعدد القطع المستقيمة المكونة له وازاي بنجيب المحيط اللي احنا بنجمع عدد الايه مجموع اطوال ايه اضلاع بنجمع الاطوال بتاع الاضلاع اللي موجود تعالوا مع بعض نشوف مفاهيم خاصة بالمضلع يعني انا عند المضلع اول حاجة الضلع ايه هو الضلع قال الضلع ده قطع مستقيمة من القطع المكونة للايه للمضلع زي زي ما احنا شايفينه هو ده ضلع ده بنسميه ضلع قطع مستقيمة مكونة للايه للمضلع تاني حاجة عندي رأس المضلع فين الرأس الرأس ده عبارة عن نقطة يبقى نقطة تلاقي دلعين متجاورين اي ضلعين جنب بعض نقطة التلاقي بتاعتهم ده بنسميها رأس زي ما احنا شايفينها طيب اللي بعد كده القطر طبعا احنا خدنا القطر قبل كده تمام القطر ان انا بوصل بين رأسين غير متتاليين يبقى قطعة مستقيمة تصل بين رأسين غير متتاليين زي ما احنا شايفين هنا القطر ده ليه اوصلنا الرأس اللي هي اللي تحت هنا بالرأس دي دول الرأسين غير متتاليتين لان في رأس بينهم هم من هنا او في رؤوس من هنا تمام ده بنسميه ايه بنسميه قطر محيط المضلع اللي هو الفيديو من بنك المعرفة المصر نهى بيه الفيديو قال لي انه هو عبارة عن ايه مجموع اطوال اضلاعه ان انا ببدأ اجمع اطوال الاضلاع يديني محيط الايه محيط المضلع طيب الزاوية الداخلة ايه هي الزاوية الداخلة قال لي الزاوية الداخلة دي هي زاوية محصورة بين ضلعين متجاورين يعني اي ضلعين جنب بعض جران جنب بعض الزاوية المحصورة بينهم دي بنسميها زاوية ايه زاوية داخلة زي الزاوية اللي احنا شايفينها دي بنسميها زاوية داخلة طيب الزاوية الخارجة اه معنى كلمة خارجة يعني هتبقى برا الشكل طمام يبقى هنا الزاوية المحصورة بين احد اضلاع المضلع وامتداد الضلع المجاور يعني ايه يعني احنا شايفين هنا كده اه هنا ادي ضلع واللي امتداد بتاع المجاور ليه أصبح في زاوية بره ديت ديت اللي هي نتجت منهم دي بنسميها زاوية إيه؟ بنسميها زاوية خارجة بنسميها زاوية إيه؟ خارجة ملحوظا نخلي بأن منها إن عدد أضلاع المضلع هي نفسها عدد رؤوسه بتساوي عدد رؤوسه بيساوي عدد إيه؟ زواياه الداخلة يعني أي مضلع له خمس أضلاع يبقى له خمس رؤوس له خمس زوايا إيه؟ موجودة داخله طيب عدد الأكتار هل عدد الأكتار متساوي قال لي لا قال لي هنا ممكن إحنا نرسم بس هنا مش هنرسم يعني لو جاب لي مضلع السوداسي هده نرسم الأكتار قال لي لا قال لي في قانون إن إحنا نقدر من خلاله إن إحنا نجيب عدد أكتار أي مضلع إيه هو القانون ده؟ قال لي عدد أكتار المضلع المحدد عبارة عن نون في نون ناقص ثلاثة على اللي اتنين حيث نون هي عدد الأضلاع يعني ايه برضه عشان افهمها يعني لو جيت قلت لك شكل رباعي عايزين نجيب الاكتر بتاعته كم كتر اقدر ارسلمه من في الشكل الرباعي اه شكل رباعي يعني النوم باربعة تمام هنعوض في القانون كده هنشيل النوم ونحط اربعة يباربعة فاربعة ناقص ثلاثة على الاتنين طبعا بعمل اللي بين الاقواص الاول يبار الاربعة فواحد على الاتنين الاربعة فواحد باربعة اربعة على الاتنين بكام باتنين يبقى الشكل الرباع اقدر ارسم له كم كتر تمام اقدر ارسم له كترين وهكذا يبقى اللي خماسي اعوض عن النوم بكام بخمسة في القانون اللي قدامنا نون وافتح قوس نون ناقص ثلاثة على كام على الاتنين طيب نبدأ بقى بانواع المضلعات اللي احنا بندرسها بندرس اول نوعين اللي هو المضلع المحدب والمضلع الايه المقعر تعالوا مع بعض نشوف كده ايه الفرق ما بينهم الاتنين دول قال للمضلع المحدب لو جينا رسمنا مستقيم يمر بأي رأسين متتاليين يعني اختار اي رأسين متتاليين ورسم بينهم خط مستقيم هتلاقي بقيت الرؤوس في نفس الجهة يعني مش هتلاقي رؤوس في جهة ورؤوس في جهة تانية لا يعني لو انا جيت خط من تحت من هنا هتلاقي كل الرؤوس نحيت فوق طب جيت خط من الجنب اليمين هتلاقي كل الرؤوس في الجنب الشمال وهكذا ده بنسميه مضلع ايه؟ محدب وكمان ان قياس اي زاوية من زواياه الداخلة اللي هي الزوايا اللي جوة اقل من 180 يبقى ده المضلع المحدد زي ما احنا شايفين الشكل ده كده اهو تمام خدت هنا خط اصبحت الرؤوس كلها هتلاقيها في نفس الايه؟ في نفس الجهة زي ما احنا شايفين دي كلها الرؤوس هيت في نفس الجهة وقياس الزوايا اللي جوة كلها اقل من ايه؟ من 180 لان لو طلعت اكبر 180 هتبقى منعكسة طب المضلع المقاعر اكيد فهمناه هيبقى عكس الكلام اللي احنا قلنا ده قال لي هنا اذا رسم مستقيم يمر بأي رأسين متتاليين فان باقي الرؤوس تقع في جهتين ايه؟ مختلفتين تمام؟ وفي قياس زاوية على الاقل يعني زاوية من الزوايا اللي جوة على الاقل يعني ممكن يكون في اكتر من زاوية زاوية او اكتر هيبقى هنا قياسها اكبر من المية وايه؟ 80 من اللي هي الزوايا الداخلة زي ما احنا شايفين ايوه رسمنا مستقيمة هو تمر بأي رأسين متتاليين لقينا دي الجزء في جهة هذا الرؤوس في جهة والرؤوس تانية في جهة اخرى وايضا ان فيه زاوية الزاوية ديت بمية ايه؟ اكبر قياسها اكبر من مية وكم؟ اكبر من مية وتمانية طيب نشوف بعد كده الجزء التاني اللي هو مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمضالة الشكل اللي قدامي ده ايه؟ مسلس احنا مش عارفين مجموع قياسات الزوايا مسلس بكم؟ ايوه بمية وتمانية معروفة تمام لانه مسلس واحد طيب الشكل اللي قدامي ده هل اعرف اجيب مجموع قياسات الزوايا؟ اقسموا المسلسات روح من ايه هنا كده ارسم قطر من اي رأس ارسم الاكتار من الرأس اختار رأس وارسم ايه؟ بدأ ارسم الاكتار تمام يبقى سامل الشكل الى ايه؟ الى مسلسين يعني هضرب الاتنين في مية وتمانين بكام؟ بثلثمية وستين طيب الشكل ده نختار رأس كده نرسم منها قطر اهو طبعا الراس ده قدر ترسم منها قطرين قدر أرسم اكتار تانية؟ طبعا لا يبقى أسم الشكل الى كام جزء؟ أسم الشكل الى تلات مسلسات يبقى هضرب التلاتة في مية وتمانين لان المسلس الواحد بمية وتمانين درجة يبقى هنا بخمسمية واربعين طب السوداس نختار رأس كده إلا هو ادي كطر ودي كمان كطر ودي كمان كطر يبقى سامل الشكل الى كام جزء؟ اه الى اربع مسلسات وبالتالي ان مجموعة القياسات الزواية الداخلة بكام؟ اربعة ومية وتمانين بسبعمية وعشرين نشوف الجدول ده مع بعض كده هنوضح لنا حاجة هنمشي عليها بعد كده واحد يقول له مستر طبعا هده نعمل كده وهرسم أو كده؟ لا طيب لاحظ كده معي قال لي الشكل السلاسي عدد الاضلاع تلاتة المسلسات بتبقى كم مسلس واحد عشان كده قلنا واحد في مية وتمانين بمية وتمانين الرباعي أربعة مسلسات اتنين يبقى تلتمية وستين والخماسي والسوداسي وهكذا طب اقدر استنتج استنتج قاعدة ما بين عدد الاضلاع وعدد المسلسات الناتجة هتلاحظ ان دايما عدد المسلسات اقل بكام؟ تمام؟ أقل باتنين اهي عدد المسلسات النتيجة دايما هتلاقيها أقل بكام؟ أقل باتنين عشان احنا هنكتشف دلوقتي السباعي تمام؟ يبقى انا هنا أول حاجة يبقى أول قانون معايا اننا لو قدرت اجيب عدد المسلسات لأي مضلع محدب احنا هنتكلم على المضلع المحدب فقط مش هنتكلم على المقعر يبقى هنا كده اللي هو القاعدة بتاعته اللي هو النقص اتنين اننا عدد الاضلاع بطرح منها كام؟ اتنين يدين عدد المسلسات يبقى انا قدرت اجيب مجموعة قياسات الزوايا أيوة مش هنقدرت اجيب هوة عدد المسلسات هضربهم في كام؟ في مية وتمانين برافو عليكم يبقى اذا مجموعة قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع محدب اللي هو عبارة عن نوع ناقص اتنين في كام؟ في مية وتمانين ونخلي بالنا ده اهم قانون معايا ده قانون مجموعة قياسات الزوايا الداخلة وقانون عدد المسلسات اننا بطرح منهم ناقص اتنين اللي هي عدد الاضلاع ناقص اتنين طيب لو جاء اللي مجموعة قياسات الزوايا الداخلة للمسلس احنا عارفينها بمية وتمانين طب هل القانون هينفع معايا؟ نشوف كده يبقى تلاتة ناقص اتنين في مية وتمانين تمام يبقى بمية وتمانين طب الرباعي يبقى 4 ناقص 2 في 180 يعني 2 في 180 بتلتمية وستين طب لو خماسي هيبقى 5 ناقص 2 خلاص بعوض في القانونة هوت باشي العدد الأضلاع 5 خماسي يعني 5 يبقى 5 ناقص 2 أطرح الأول لأن بين أقواس 3 واضرب الثلاثة في 180 أهم حاجة تعملهم بين الأقواس يعني ما تروحش تكتب 5 ناقص 2 في 180 من غير أقواس غلط لأن الضرب بيسبق الطرح لازم أحطهم بين قصير يطلع عندي اللي هو كام 540 السداسي يبقى 6 ناقص 2 في 180 اللي هو ب 720 ها نعرف نجيب السباعي اللي كان عايزنا نجيبه أيوا برضو عليكم كده يبقى السباعي 7 ناقص 2 اللي هي ب 5 واضرب الخمسة في 180 اللي هي ب كام ب 900 نجي النوع تالت من المضلعات اسمه المضلع المنتظم طيب إيه هو المضلع المنتظم ده اللي هو مضلع لازم يحقق شرطين عشان يكون المضلع منتظم يكون متحقق شرطين إيه هم الشرطين قال إن كل أضلعه متساوية في الطول يعني الأضلع لازم تكون متساوية في الطول كلها وإيه كمان كل زوايا متساوية في القياس يبقى الشرطين دول لو اتحققوا قادر أسمي المضلع ده مضلع إيه منتظم زي الشكل اللي قدامي الأضلع هو مدهلة هو المتساوية والزوايا يبقى ده اسمه إيه ده اسمه مسلس إيه متساوي الأضلع برافو عليك يبقى مسلس متساوي الأضلع يبقى ده السلس المنتظم اللي هو مسلس متساوي الأضلع طيب إداني الشكل ده إيه الشكل اللي جميع أضلعه متساوية وجميع زواياه قوائم ورباعي طبعا ده نسميه مضلع رباعي منتظم اللي هو إيه اللي هو المربع تمام وده يبقى ده نسميه مضلع خماسي إيه منتظم تمام يبقى ده خماسي منتظم سلس منتظم إمتى لازم يكون جميع أضلعه متساوية وجميع زواياه متساوية في القياس تمام طيب اقدر اجيب محيط اي مضلع منتظم من غير مروح اجمع اطوال الاضلع قال لي ايوه قال لي هات الضلع الواحد واضربه في ايه في نون اللي هو عدد اضلعه زي المربع لما اجا اقول لك اوجد محيط المربع طول ضلعه خمسة كنا بنضرب الخمسة في كام الخمسة فاربعة ليه ضربنا فاربعة بدل ما روح اقول خمسة وخمسة 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 الاضلع متساوية يبقى هضرب فاربعة اللي هو الجامع المتكرر اللي هو الضرب قال لي هنا في المضلع المنتظم في قانونين مهمين جدا اقدر اجيبهم ايه هو قال لي مش احنا اخدنا ان انا اقدر اجيب مجموعة قياسات الزوايا الداخلة اللي هو نون ناقس 2 في 180 ايوه والمضلع ده مضلع منتظم يعني اقدر اجيب قياس الزاويا الوحدة الداخلية يبقى أنا في المضلع المنتظم أن أنا هقدر أجيب قياس أي زاوية من الزواياه الداخلة عبارة عن إيه؟ نون مقصة 2 في 180 ده القانون اللي إحنا لسا إليه اللي هو المجموع يبقى المجموع ب180 في نون مقصة 2 هقسمهم على نون بقسمهم على عدد الأضلع اللي هي عدد الزوايا عشان هقدر أجيب الزاوية لإيه؟ الوحدة يعني إزاي؟ يعني لما يجي يقول لي أوجد قياس زاوية مضلع سلاسي منتظم تمام؟ نعوض في القانون كده؟ آه سلاسي يعني عدد الأضلع ب3 ها؟ يبقى 3 ناقص 2 في 180 على 3 يعني 1 في 180 ب180 180 على 3 تمام ب60 درجة عشان كده بيقول قياس أي زاوية للمسلس المتسوي الأضلع ب60 درجة طب قال لي أوجد قياس زاوية مضلع خماسي منتظم على طول عايز زاوية واحدة ولازم يقول لي منتظم آه أيها يبقى بجيب المجموع وأقسم على العدد اللي هو قال لي عليه خماسي يبقى أقسم على 5 عشاري أقسم على 10 زوية 12 درجة أقسم على 12 يبقى هنا 5 ناقص 2 في 180 على 5 طبعا لسه أقلين الخماسي ب540 هنبدأ نحفظهم مع التكرار يبقى 540 على الخمسة تطلع قياس الزاوية الواحدة بكام؟ ب108 طيب إيه القانون الثاني إن في المضلع المنتظم؟ ده يخص برضو المضلع المنتظم إن أنا أقدر أجيب عدد الأضلع لو إداني زاوية واحدة جوه إن أنا أقدر أجيب عدد الأضلع فعلا؟ أيوة فعلا لو إداني زاوية مستر أقدر أجيب عدد الأضلع ده إيه العلاقة بين الزاوية والضلع؟ هو ده القانون يقدر يجيب لي عدد أضلع المضلع المنتظم أنا أتكلم في المنتظم لو إداني زاوية واحدة منه إيه هو القانون؟ قال لي إقسم 360 درجة على 180 درجة ناقص 10 درجة السين ديت اللي هو الزاوية اللي هو بيدهاني يعني إيه برضو عشان نفهمها؟ تعالوا نشوف المثال احسب عدد أضلع مضلع منتظم شايف قال لك كلمة منتظم وعايز عدد الأضلع قياس الزاوية الدخلة بكام؟ ب120 يبداني هنا الزاوية الوحدة هو ب120 عوض في القانون تمام يبقى 360 على 180 ناقص الزاوية اللي هو الدهالي اللي هي ب120 طبعا بنترح الأول اللي تحت يبقى 360 على 60 يطلع إيه؟ 6 أضلع تمام؟ احسب عدد أضلع مضلع منتظم قياس إحدى زاوية الداخلة 135 نفس الكلام هنعوض في القانون يبقى هنا 360 على ال45 يطلع النتج عندي كام؟ 8 أضلع تعالوا مع بعض على الصبورة التفاعلية نشوف بقية درسنا تعالوا مع بعض ناخد تدريبات على الجزء اللي احنا اخدناه افتكر القوان اللي احنا وناها مجموع قياسات الزاوية الداخلة لأي مضلع نون ناقص 2 بأضربها في 180 الدني مضلع منتظم أقدر أجيب الزاوية الوحدة إن أنا بأسم على نون يعني نون ناقص 2 في 180 على نون عايز أجيب عدد الأضلع 360 على 180 ناقص 10 اللي هي الزاوية اللي هو بيكون من الدهالي اللي هي الزاوية الداخلة والمحيط لو مضلع منتظم أضرب عدد الأضلع في طول الضلع الوحد السؤال الأول بيقول لي أكمل ما يأتي مجموع قياسات الزاوية الداخلة لمضلع ثماني كلمة ثماني يبقى أنا عرفت إن النون بتمني والقانون عندي القانون عندي بيقول لي نون ناقص 2 اضربها في 180 تمام عشان أجيب المجموع يبقى 8 ناقص 2 بمقصين في 180 اللي هيطلع عندي كام الستة أضرب الستة في 180 يبقى 1080 درجة عدد المسلسات التي ينقصم إليها الشكل السباعي نخلي بنا شكل سباعي يعني عدد الأضلع بيكيام بسبعة تمام يعني النون بيسوي سبع أضلع هنا قال لي عايز عدد المسلسات إحنا اتفقنا عدد المسلسات العلاقة بنترح من عدد الأضلع كيام 2 اللي هي الجزء الأول اللي هنا دي يبقى هنا اللي هي نون ناقص 2 نون ناقص 2 يعني سبعة ناقص 2 يطلع عندي كام مسلس خمس مسلسات عدد أكتار المضلع الخماسي تمام خدنا قانون بيوضح لي عدد الأكتار فاكرينه نقوله مع بعض اللي هو النون ها عدد الأكتار بيساوي نون في نون ناقص 3 على كام على الاتنين يبقى دا القانون اللي هو بيجيب لي عدد الأكتار أي ايه أي شكل طب هو قال لي الشكل دا ايه قال لي الشكل خماسي يعني معنى كده أن النون بخمسة يبقى خمسة في خمسة ناقص 3 اللي هي باتنين على الاتنين طبعا الاتنين بتروح مع الايه؟ مع الاتنين يبقى عدد الأكتار عندي يطلع بكام؟ يطلع بخمسة طيب السؤال اللي بعد كده ما هو المضلع الذي ليس له ايه؟ اكتار في مضلع من المضلعات ليس لها اكتار؟ ايه تعرفوا تقولوه؟ تمام اللي هو المسلس ليه المسلس؟ لأنه لو عوضنا في القانون بتاع عدد الأكتار اللي احنا لسه قيلينه 3 مقص 3 بسفر وخاصية الضرب بسفر طبعا بسفر يبقى هنا ليس له اكتار اللي هو الايه؟ المسلس قياس الزاوية الداخلة لسداسي منتظم لو أنا عندي سداسي منتظم عايز أجيب الزاوية الوحدة تمام نون ناقص 2 في 180 على نون وهنا الشكل السداسي يبقى 6 يبقى 6 ناقص 2 هضربها في كام؟ في 180 وقسم على كام؟ قسم على 6 تمام؟ يطلع النتج عندي اللي هو بكام؟ ب120 درجة ليه؟ لأن اللي 4 في 180 على ال 6 اللي هي اللي 34 في 30 ب120 عدد أضلاع مضلع منتظم قياس إحدى زاوية 108 تمام؟ عدد الأضلاع قلنا بنجيبه من القانون 360 على 180 ناقص الزاوية هو قال الزاوية بكام؟ بمية وتمانية تمام؟ يبقى تلتو 160 واطرح المية وتمانين ناقص المية وتمانية اللي هي بكام؟ اللي هي ب72 وبالتالي إن عدد الأضلاع عندي اللي هي بكام؟ بخمسة قياس الزاوية الداخلة لمضلع منتظم زو 10 أضلاع يا الفكرة بس إن إيه؟ كلمة زو 10 أضلاع يعني هو لو 10 أضلاع يعني نوم بعشرة وعايز الزاوية الوحدة وقال لكلمة منتظم أو القانون لسه إيلينه تمام؟ يبقى عشرة ناقص 2 هضرب في 180 ونقسم على عدد الأضلاع اللي هي كام؟ عشرة يبقى 8 في 180 على العشرة يطلع عندي اللي هي قياس الزاوية الوحدة بـ 144 درجة بيقول لي محيط مضلع سباعي منتظم طول ضلع 8 سنط ها نعرف نجيب المحيط أيوا احنا قلنا مضلع المنتظم باخد هنا طول الضلع واضربه في عدد الأضلاع يبقى احنا هنا في هذه الحالة أضرب الإيه؟ السبعة في تمانية اللي هي تطلع بكام؟ بـ 56 سنط نشوف آخر مثال مع بعض الشكل المقابل اداني شكل قال لي خماسي والداني الزاوية اللي جوه قال لي أوجدكو يزاوي الجين طبعا عندي فيه معطيات قد المعطيات وفيه مطلوب اللي هو مطلوبكو يزاوي الجين تمام بما أن الشكل خماسي يبقى مجموع قياسات الزاوية الداخلة بيسوي 540 درجة اللي هو من القانون ننقص 2 في 180 تمام الزاوية طبعا ديت عندي بتسعين درجة ودي بتسعين درجة يبقى أنا هقدر أجيب قياس زاوي الجيم زاية قياس زاوي الدال بخمسمية واربعين ناقص واجمع اللي ايه المية واربعين مع التسعين مع التسعين طبعا هنا كده بتلتمية وعشرين دول مجموعهم بتلتمية وعشرين لما نطرح من الخمسمية واربعين يطلع عندي 220 درجة طب والزاويتين بيساوي بعض يعني هنا كده بما أن قياس زاوي الجيم بيساوي قياس زاوي الدال يبقى إذن قياس زاوي الجيم تساوي 220 أقسمها على كام على الاتنين اللي هي ب110 درجة وكده يكون وسننا نهاية حلقتنا النهاردة مع وعد بلقاء جديد مع السلامة اشتركوا في القناة